أكدت سعادة الدكتورة جواهر شاهين لمضحكي رئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب أن هيئة جودة التعليم والتدريب مستمرة في التركيز على تطوير قطاعي التعليم والتدريب والاهتمام بكافة أطراف ومكونات العملية التعليمية وفق الأطر العامة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ووفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وأضافت سعادتها خلال إيجاز ألمي حكومي بأن جائحة فيروس كورونا أحدثت تغييرات جذرية في منهجية التعليم والتدريب على مستوى العالم حيث كانت لتبيعات الجائحة الأثر البالغ على مؤسسات هذا القطاع إلا أن مملكة البحرين أثبتت قدرتها الفائقة في مواجهة تلك التحديات بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى والجهود الوطنية بقيادة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأشددت سعادتها أن الهيئة حرصت على تقديم عدد من المبادرات التي تخدم العمليتين التدريبية والتعليمية وتطويرهما بشكل مستمر لمواجهة أي تغيرات أو تحديات للنظم التعليمية والتدريبية